التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروعات التوسع الزراعي تقوم على أنظمة الزراعة والري الحديث مشيرا إلى أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال افتتاح مجمع مصانع العسمدة الأزوتية في منطقة العين السخنة حيث أشار إلى أن الدولة تصابق الزمن لدخول 3.5 مليون فدان إلى الخدمة مؤكدا أن هناك جهدا وتكلفة ضخمة لتقليل فجوة الغذاء في ظل تحدي النمو السكاني أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية تطوير المواني مشيرا إلى التوجهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافية ومزاياه التفضلية وتحويل ذلك إلى قيمة اقتصادية مضافة بالتعاون مع القطاع الخاص تصريحات مدبولي جاءت على هامش مراسم التوقيع على عقضي التزام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بكل من ميناء العين السخنة ومحطة الحاويات برصف مئة بميناء الدخل وذلك بالتعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطة الحاويات الدولية وقع الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي مراسمة بإقالة عددنا من رؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية وجاء في الوثيقة إقالة رئيس إدارة الدولة الإقليمية في لوحانسك وإعفاء رئيس إدارة مقاطعة أوديسا وفقا لطلبه كما تمت إقالة رئيس إدارة مقاطعة خاملينيسكي حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية الجنرال ديفيد بيرغر بعد سقوط مسيرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود حذر من خطر اندلاع حرب عالمية نتيجة لتردي الاتصالات بين موسكو وواشنطن كما رجح بيرغر بتطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل اتصالات سيئة لمنع الحوادث العارضة خفض بنكو جولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأخير لتصل إلى 1.2% في انخفاض 3 من 10% عن التقدير السابق وأشر البنكو إلى مخاطر محيطة بالإقراض فيما تقلص البنوك الأصغر حجما محفظة قروضها للحفاظ على السيولة في مواجهة الأزمة البنكية هذا وتواجه البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة أوقات عصيبة منذ انهيار بنك سيليكون بالي بعد حملة واسعة لسحب الودائع منذ الأسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي عابر للقرات سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان وذلك قبيل قمة مرتقبة بين سول وتوكيو وأكاد جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ قطع مسافة ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر وأنه أطلق بزاوية مرتفعة وقالت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ الباليستي العابر للقرات حلق على ما يبدو على ارتفاع يزيد على ستة آلاف كيلومتر لمدة سبعين دقيقة أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالنا بقوة 7.1 درجة هز منطقة جزر كريميديك في نيوزيلاندا وقدرت الهيئة وقوع زلزال على عمق 10 كيلومترات هذا وأفد نظام الأمريكي للتحذير من تسونامي بأنه تم إصدار تحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية تسونامي بعد الزلزال رياضيا حقق نادي ريال مدريد الفوز على حساب ليفر بول بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقمت بينهما على ملعب ساندييغو برنابيو في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما وبهذه النتيجة تأهل نادي ريال مدريد إلى الدور الربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بينما ودع ليفر بول المنافسات نهاية موجز التاسعة ونعود لإستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعض الفاصل